شارك معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح في احتفالات جمهورية الشيشان بمناسبة مرور مائتي عام على تأسيس مدينة جروزني جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس إلى العاصمة الشيشانية جروزني تلبية لدعوة الرئيس رمضان قدريوف رئيس جمهورية الشيشان وأكد معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان أن المشاركة في هذا الاحتفال الكبير بمرور مائتي عام على تأسيس مدينة جروزني يجسد عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الشيشان وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى أحراز المزيد من التقدم في علاقات تعاون المشترك والصداقة مع جمهورية الشيشان مشيدا بجهود فخامة الرئيس الشيشاني في هذا الصدد وحرصه المستمر على دفع العلاقة بين البلدين الصديقين